هذا وعبر عدد من أهل الخريجين عن فرحتهم وساعدتهم بتخرج أبنائهم من الأكاديمية الملكية للشرطة بعد تلقيهم أفضل التدريبات والمهارات والعلوم الأمنية وخلال الحفلة الذي أقيم بحضور معالي وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين وبيوم شرطة البحرين أكد الخريجون على إخلاصهم وتفنيهم في خدمة مملكة البحرين بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية والاحتفال بيوم شرطة البحرين عبر أهل الطباط الذين تخرجوا من الأكاديمية الملكية للشرطة عن فرحتهم البالغة بعد أربع سنوات عاشها الأبناء في التدريب والعلوم العسكرية بكل أنواعه مقدمين شكرهم الجزيل وتقديرهم لوزارة الداخلية في صقل مهاراتهم وشخصيتهم وتحملهم المسؤولية مناسبة سعيدة تخريج الولد وهذا احتفال عظيم في يوم الشرطة لمملكة البحرين والكل يفخر في لازم بالنسبة لنا يعني اليوم فرحتنا عودة لأن تخرج ولادنا من كلية عسكرية في مجال الشرطة وراح يكون يوم الايام واقف فدى ودفاع عن وطنه هذا بالنسبة لنا فخر ما تتصوره شنو يعني شعور الوالدين في ذلك ما في شعور يعبر عن هذه الفرحة بهذه اليوم وأقدم شكري وتقديري لوزارة الداخلية على الترتيبات والتخرج والطلبة بهذه المستوى والحمد لله نشوف النتائج الحمد لله والثمار وأسأل الله إن شاء الله أن يوفقنا في اليوم إن شاء الله وبارك لزملاء الخريجين وأتمنى لهم التوفيق في الحياة القادمة إن شاء الله والله الشعور فرحنا وفرح العائلة وستانا ثوايد ونتمنى كل الخير إلى البلد وإلى الضابط الجديد إن شاء الله في عمله ووفق الجميع حقيقة هو يوم لا يوصف خاصة أنه تزامن هذا التخريج بيوم الشرطة البحرينية فكان يعني فرحة فرحتين فرحة رسمت على وجوه أهالي الضباط بتخرجهم من مدرسة الأبطال ليكونوا عونا وسندا واقفين جنبا لجنب مع أشقائهم وزملائهم للذودي عن حياظ الوطن أشكر معالي وزير الداخلية وهني ولدي على حصول المركز الثالث ونشكركم جميعا الحمد لله تخرجت من الأكاديمية التفاوق والله الحمد في هذا اليوم اللي صار في يوم الشرطة وصار في العياد الوطنية في المملكة وهذا فخر أني أكون في خدمة هذا الوطن الغالي أسأل الله أن يوفقني عنه الخرجين في خدمة هذا الوطن تخرجنا وأشكر كل من ساهم في تدريبي من المدربين والضباط وأشكرهم جزيل الشكر والامتنان وأتمنى لزملائي الخرجين النجاح والتوفيق دائما لهم يا رب هذا وقطعت شرطة البحرين أشواطا كبيرة ووصلت إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجاهزية من خلال الخطط والبرامج الناجحة فهنيئا لمن دفع بأبنائه للعمل في شرطة البحرين من أجل حماية مكتسبات هذه الأرض الغالية مناسبة وطنية عظيمة يعبر من خلالها كوكبة من الخرجين عن فخرهم واعتزازهم بتخرجهم من ميدان الأبطال وبدء مرحلة جديدة في مسيرة العمل الشرطية ليكون الأوفياء وحراس الأمن والذود عن حياظ مملكة البحرين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين